بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أدرا حسنا ويبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الفئراء ما لهم به من علم ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جوزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نبعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انقرض هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بيّر لولا يأتون عليهم بسلطان بيّر فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأغووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته فأغووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من رحمته فأغووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مربطا وترشمت إذا طلعت ذاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بافط ذراعيه بالوطير وكلبهم بافط ذراعيه بالوطير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة قالوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكى طعاما فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فلينظر أيها أذكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعب الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون ثلاثة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه ولا تجد من دونه ملتحدا حتى الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واستبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقل الحق من ربكم فمن شاء فليكفر انا اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها وان يستغلثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقه بئس الشراب وساءت مرتفقه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها من أساور من ذهب ويلبسون فيها من أساور خضرا من سندس وإستبرق ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق من مستجعين فيها من أساور ويلبسون فيها من أساور ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق من سندس وإستبرق نعم الثواب وحسنة مرتفقا نعم الثواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقر واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا وحففناهما بنقل وجعلنا بينهما زرعا كيلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا كيلت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أهن الساعة قائمة ولئن رجدت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من سعاد ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه هو الله ربي ولا أشرك بربه أحدا ولولا إذ دخلت ذنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقلا كمالا وولدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقلا كمالا وولدا إن ترني أنا أقلا كمالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عوشها وهي خاوية وهي خاوية على عوشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من سماءه من دون الله وما كان منتصرا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك ثوابا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة إلا أحصاها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتستخذونه وذريته أولياته أولياء من دوني وهم لكم عدو أفتستخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المضلين عبدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم ودعونا بينهم موبقا فلم يستجيبوا لهم ودعونا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوة واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوة ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوهم وفي آذانهم وقرا إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخدهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أما لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت فإني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغى قال ذلك ما كنا نبغى فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا 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 يا أهل قرية اتطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه فأبوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا فأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فأردت أن أعيبها فكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فأردنا أن يرهقهما تغيانا وكفرا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا فأردنا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكان يستخرج كنزهما رحمة من ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وكان يستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تستخذ فيهم حسنا قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تستخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء للحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطنوا على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطنوا على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا سوا بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأغسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأغسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاء أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا ذلك جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الجردوس نجلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نجلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا شكرا شكرا